أيضا تحت رعاية معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري نظمت مجموعة فوج لحفل إطلاقها الرسمي أيضا وشهد هذا الحفل أو الإطلاق حضور لافت لأكثر من 800 مهتم ومختص في قطاع التواصل والتسويق والإعلام من جميع أنحاء المملكة والوطن العربي ويأتي إطلاق المجموعة والتي تعد أضخم اتحاد لشركات التواصل والتسويق في المنطقة وفي الوقت الذي تشهد فيه طبعا المملكة تحولا في كافة الأصعدة وما يصاحب ذلك من حاجة ماسة للتسويق وإبراز هذا التحول على المستويين المحلي والدولي خلونا نتابع المزيد في هذا التقرير مع زميل نبارك الكويكبي الحمد لله يعني هذا كان حلم وتحقق وتتوج وتشريف معالي وزير الإعلام وكل الحضور اللي موجودين شباب وبنات أكثر من 40 شاب وبنت أسسوا مشاريعهم من 10 سنوات وكافحوا واجتهدوا في هالقطاع هذا واليوم الحمد لله كلهم اتحدوا عشان يكونون كيان يخدم الفترة ويخدم الجهات على أعلى ومستوى ويكون منافس إقليميا وعالميا بإذن الله شباب كلهم بيئتهم وحدة وأساس عملهم هو العطاء وهو العمل لأجل هذا الوطن فأحمد الله واشكره أنه الحمد لله خلاني أشوف هذا اليوم اللي يجتمعون فيه بناتنا وشبابنا وباقي القطاع يشوف أنه الحمد لله لكل مجتهد نصيب لو لا الله ثم رؤية سمو سيدي ولي العهد أنه ضموحنا على أنان السماء ما كان شفنا هذا اللي موجود ما كان شفنا الحكومة تتسابق الخدمة للقطاع الخاص والقطاع الخاص يحاول أن يعطي أكثر ما عنده الحمد لله اليوم ما بقى شي ما سويناه كل شي قاعد يجينا اليوم إذا ما كنا حنة تحملنا مسؤولية وأنسسنا كيانات كبيرة تقدر تختم المرحلة القادمة ما حنة برفو اليوم دورنا حنة أنه فعلا نكون قادرين إلى أنه إن شاء الله ننجز ونبيض الوجه بإذن الله أشكر الجزيل لزميلنا مبارك أكيد على هذا التقرير وكل التوفيق لأكيد مجموعة أو شركة بوج للتسويق ترجمة نانسي قنقر